بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما تعلمنا في الpart السابق part 4 الداتا اللي احنا محتاجينها عشان نحسب الbearing capacity بتاع الصويل فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم على part 5 ازاي نحسب الbearing capacity of soil باستخدام ترزاجي equations بنقول ترزاجي developed a general formula يعني ترزاجي طلع لنا معادلة عامة عشان نحسب الbearing capacity of soil بس عنده شوية اشتراطات general formula ديت يعني المعادلة العامة ديت لازم الاساس بتاعي يكون شكله من strip footing يعني leave b والاتجاه التاني طويل جدا تاني حاجة it's based on strong and extended soil for deep distance not less than b يعني معلش الاساس بتاعي اللي هو df ديت لازم لازم باي حال من الاحوال لا تقل عن ايه عن الbe بتاعتي ديت ومش كده وبس لازم الاساس بتاعي يعني انا هنزل تحت هنا هو فيه طربة عميقة ها؟ والطربة دي كلها soil مالها strong وتكلمة strong soil ليه؟ يعني شغالين general shear failure مش هنستخدم local shear failure لا ده احنا هنستخدم general shear failure شرط التالت بتاعي عمينا ترزاجي يعني خلاص احنا اتفقنا ان هي strip footing وكانت strong extend to a deep distance مالها less than mean b ثالث شرط انها تبقى مالها centrally loaded يعني الحمل بتاعها في النص ما عليهاش moment الحمل مش شماله مش مترحل طيب قولي عمي ترزاجي المعادلة بتاعتك بتقول ايه؟ قالي الq ultimate بتساوي cnc plus qnq plus 0.5 gamma 2 bn gamma where؟ تعالا ناخد واحدة واحدة ايه هي الq ultimate ديت؟ دي اسمها gross bearing capacity of soil يعني قدرة تحمل الطربة الايه؟ الكلية شملة مين؟ شملة شملة الq soil حوالين الاساس طيب بتساوي ايه؟ قالي بتساوي cnc ايه هي السي ديت؟ السي ديت هي عبارة عن الcohesion of supported soil يعني الcohesion للطربة تحت الايه الاساس ممكن والله تكون الاساس بتاعي مرتكز على sand خلاص تبقى السي دي بكام؟ بصفر زي ما اتفقنا ممكن تكون بترتكز عليك لي؟ لا ايه هنجيب السي طيب هناخد السي يو ولا السي داش زي ما تعلمنا في البارت السابق هناخد امتى السي داش وامتى ناخد السي يو طيب الq ديت الq ديت عبارة عن over burden pressure ليه جاما واحد في الdf يعني عبارة عن وزن السي اللي حول الاساس دوت ليه عبارة عن جاما واحد في مين؟ في الdf بتاعتي طيب دي الq نص ده رقم ثابت عشان دي straight footing جاما اتنين اه دي جاما اتنين ديت اليونت ويت بتاعتي بتاعت السي اللي بلوء الفونديشن يعني هنا دي جاما اتنين اللي هي تحت الاساس بتاعتي هي دي اسمها اليه الجاما اتنين البي ده عرض الاساس بتاعي ويتبقى ليه مين بقى ال-n-c وال-n-q وال-n-gama ال-n-c وال-n-q وال-n-gama دول اسمهم ال-bearing capacity factors وده اللي بيعتمد على مين؟ على الفاي بتاعت السويد انهي فاي الفاي اللي هي angle of internal fraction of supporting soil يعني على حسب فاي تحت الاساس طيب اجيبها منين؟ ترزاج يطلع الجدول اللي قدامك ده على حسب مين؟ فاي 0,5,10 وهكذا يطلع لك ال-n-c وال-n-q وال-n-gama في قيمة مثلا ما بينهم ولا حاجة ممكن تبتدي تستخدم الكيرفز نفسها على حسب الفاي مثلا طلعت فاي مثلا يعني بكام بـ 22 تطلع هنا هتطلع مين؟ ال-n-q تطلع هنا تطلع مين ال-n-q تطلع هنا تطلع مين ال-n-c يبقدر اطلع ال-n-c وال-n-q وال-n-n-gama يا اما من الجدول يا اما من الكيرفز بتاعت ترزاجي شكرا